اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فما يوجد مسلم ينكر كل احاديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب ما فيه نعم الأحاديث لما انتقلت علينا هل انه نقدر نأكد ان انتقلت بالصورة الصحية الكابلة بمية بالمية نعم تستطيع التأكيد سواء سندا او متنا لكن لا يعني نفي الخطأ لا يعني نفي الخطأ او زيادة او النقصان لا يعني العصمة للقرآن فقط طبعا اكيد فعشان هيك بس انا كنت حابة سأل انه فيه شرات بالاحاديث يعني ما بأمن فيها مية من مية مثل عطيني مثال حتى حتى بيين لك يمكن انا ممكن اتفق معك يمكن ما اتفق صح ولا لا عطيني مثال حديث مثلا تربية الكلاب في البيوت النبي صلى الله عليه وسلم البيت لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلبا او تصاوير صح ايوه انت غير مختنع فيه بالضبط اخ والله العظيم لو اشرح لك الحديث الا الناس ما يعجبهم كلامي سؤال هل الملائكة موجودة في كل جزء من منزلك عادي انت افهم انا بس الك سؤال وانت بعدين افهم اذا ما تريد انت افهم هذي مشكلتك صح صح اسمع بما انك من الاردن اه العود واحد اكيد اه كم عمرك 29 29 هل الملائكة موجودة في كل ارجاء بيتك ما اظن لا ما فيه نعم او لا 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 يعني هل توجد ملائكة بالحمام لا طبعا طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة بيت هم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا او تصاوير هل يقصد نبي صلى الله عليه وسلم كل البيت يمكن الحجرة اللي برام فيها هم شيرت فانت فكر في الحديث وفكر في سؤالي صحيح كرامك عشان عشان يكن مش مقتنع وشغلي ثاني الدكتور اه قولي المشروب الخمر هم هو حرام ولا مكروه تبتمزح انت تمزح لانه فيه ناس بيقول لي انه يعني عادي يعني بس انه مش محرم لو كان محرم لو لم يكن محرم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جلد من شرب الخمر يجلد من شرب الخمر اوه لا ثمانية جلدة هي ما تعرف لا انت كم جلدة الحين ما الحوق عليك خير والله كيف يا دكتور الله يهدي القول امين لا حبيب شوف ابعد عن هالبيئة نصيحة نصيح ابعد عن هالبيئة ابعد ابعد انت اخوي ترى ابعد ما استطعت ابعد ابعد الله يخليك انت في بلاد غربة وفي بلاد محتاج الفلوس وتساعد اهلك وتفخر فيك الوالدة والوالد فابعد عن هذه البيئة الوسخة نصيحة الخمر نعم محرم وحقا على الله من شرب الخمر في الدنيا حقا على الله ان يسقيه من طين الخبال يوم القيامة من عصارة اهل النار والله عز وجل يقول فاجتنبوه انما الخمر والميسر والانصاب والأزام والجسم ثم قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون فالفلاح بترك هذه الامور المسكرات والمخدرات فالله يخليك ابعد فالاجتناب دكتور هو حرام او الاجتناب يعني ابتعاج قال تعالى عن ابراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الاصنام شو رايك ها شوفت كيف اللغة لغة 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 فيزياء اللغة أنا عندي فيزياء وجنوبني وبنيا نعبد الاصنام هل معنى يا رب عادي لو عبدنا الاصنام ولا معنى المنع التام المنع التام بس ونفس الشي فاجتنبوه طيب لو الله عزيز المقال فاجتنبوه عن الخمر والميسر اللي هو القمار ايها طب معنى اذا قلنا لا فاجتنبوه فقط الابتعاد يعني وليس حرام والقمار دخل فيها لأن الآية واحدة صح صحيح فما يجوز هذه التجزية لا فاجتنبوه المنع المنع والله اعلم طبعا علمت شكرا شكرا دكتور شكرا الله يطول في عمرك يا مرحبا شكرا